عندما تذهب إلى مالي وإلى السينيغال وإلى كوديبوار وإلى الكامرون ونيجيريا والعديد من المنتخبات الإفريقية تكتشف بأننا لا نكون لا نقوم بأي عمل قائدي بدليل أن الرجل عاين ستة ألاف لاعب جزائري عمل معهم على طيلة أربع سنوات عمل كبير جدا قام بكل ما يمكن أن يقوم به أي مكون في نهاية المطاف رأينا ذلك المستوى أمام المغرب وأمام السينيغال وأمام الكثير من المنتخبات التي تبارينا معها هنا على أراضينا لم نستطع بواكبة حتى تلك الأمطار مثل ما قال ريس كيرمان في أحد تدخلاته في بطولة إفريقيا قال لك ثلاث خطوات من لاعب جزائري تسوي خطوة من لاعب سينيغالي وهذه العبارة للأسف الشديد لم يفهمها الكثير من متابعي كوت القدم في الجزائر ومنهم حتى من ذهب إلى التهكم على هذه الجملة بالرغم من أنها جملة عميقة جدا في الطرح والتحليل والنتيجة أمامنا ترجمة نانسي قنقر